اه بسأل يعني انا بقى لي ثلاث شهور متجوزة. كويس. مبروك. الله يبارك فيك. وعايز بسأل يعني لسه لغاية دلوقتي انا لسه ما بقيتش حامل. انت عندي كم سنة? انا عندي تسعتاشر سنة. تسعتاشر سنة مبروك طيب. وبقى ليك ثلاث شهور ما حصلش حامل وقال انا. اه. طيب. اه انت تدور عندك منتظمة? اه لا مش منتظمة او. كل شهر بتيجي ولا ممكن تقعد شهرين تلاتة متجيش? اه اي اه كل شهر بتيجي. اوكي. والزوج سليم وبيحصل علاقة زوجية في اوقات التبويد وكل حاجة ولا في مشاكل? لا ما فيش مشاكل ولا حاجة. طيب خلاص انا هقول لحضرتك. اه طبعا السؤال بتاع مدام الفوزية ده سؤال كلاسيك جدا. اه يعني طول النهار بنتسقله وبعدين كويس النهاجات النهار ده عشان نتكلم على الموضوع ده وتندي شوية ثقافة اه بالنسبة للازواج في اول الزواج ها. هي ده فوزية عندها تساتاشر سنة. اه سن صغير طبعا للزواج لكن يعني ربنا يوفقها ان شاء الله لكن هي اه ما تقلق يعني انا بقول دايما ايه? اه لازم السيدات كلهم والازواج والاهل اللي برضو يكونوا عارفين لان ده بيبقى في حاجة اسمها بير براشر بيقف تايما اه المشكلة كلها في ان اه الزوجة كل شهر لما تدورت جيلها تلاقي اه والدتها وتلاقي حماتها وتلاقي عمتها وتلاقي كل الناس عاملين يقول لا الدورة جات مفيش اخبار جديدة هي قصة كلها لازم يكونوا عارفين علميا ايه اللي بيحصل. هو علميا نسبة ان يحصل حمل في كل شهر لا تتعدى الى 10 الى 15 في المية ماكسيم من 20 في المية. يعني لو كل اه ميت كاب الموجودين اه مش هيحصل حمل غير لعشرين من كل المية. فبالتالي احنا بنقول احنا بننتظر لمدة سنة علشان خاطر غالبا في الفترة ديت هيحصل حمل الـ 85 في المية من الناس. هيتبقى الـ 15 في المية من الناس هما اللي محتاجين نوع من انواع المساعدة. لكن اه مجازا احنا بنقول طبعا لو حد متجوز في سن متأخر اه لو اه مسلا حد عارف من الاول ان عنده اه مشكلة يعني مثلا اه لو واحد مثلا الزوج مثلا عارف من الاول خالص انه عنده قلة في عدد الحيانات المنوية. فما فيش داعي ان احنا ننتظر نبدأ نعالجه لو عنده مثلا ازو سبيرميا ما فيش حيانات منوية خالص في الحالات اللي زي كده في اي حالة من الاحوال هيعمل حقن المجهري مع اخذ عينها من القصية. ففي الحالات اللي زي كده مش لازم ان احنا ننتظر. ممكن ان احنا هنخلي الزوج على طول انه هو آآ يخش في موضوع اطفال انا بيبقى والحقن المجهري اه في الحالات اللي زي كده. لو الزوجة اه اساسا عندها التبويض مش منتظم. طب ايه اللي يدلنا ازا كان التبويض منتظم او مش منتظم. يعني عشان كده السؤال لنا سألت قولها هل الدورة عندك منتظمة ولا مش منتظمة. اغلبية الوقت لو الدورة مش مش سليم الدورة مش تبقى منتظمة. لو الدورة بتيجي كل شهر يبقى وفي السن الزغير وفيش عندها اي مشاكل يبقى غالبا التبويض منتظم. طيب امتى بقى نبدأ ان احنا بالنسبة لها نشوف ازا كان فيه مشكلة ولا لأ بعد مرور سنة من الزواج. سنة كاملة من الزواج مش ثلاث شهور لان ثلاث شهور دوت قليل جدا. يعني ثلاث شهور دوت غالبا احنا لو سبناها. لو قدت لها يعني بفرض ان انا قلت لها هتاخد علاج كده يا كده هتحمل. يعني 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 العلاج بتاعي مش هو اللي هيكون حملها لان هي غالبا في في الاوقات لو هي ثابت نفسها اول آآ ثلاث شهور على شهر الخامس او السادس او كده خمسة وتمئين في المية من الناس هيحملوا الوحديهم. فبالتالي آآ احنا مش لازم نتدخل في في الحاجة اللي هي الناتشورال اللي بتحصل. آآ مش لازم الطبيب يتدخل. الطبيب بس بيعملها رياع شورانس يقول لها انا يعمل لها تحليل اللي هي المفروض كانت تعمل لها ما قبل الزواج. فيه تحليل ما قبل الزواج لو هي مش عامل لها تعملها آآ لو ساعتها اكتشف الطبيب ان فيه مشكلة نبدأ لعالجة لو. يعني كتير جدا من السيدات اللي قولي آآ في تحليل ما قبل الزواج او ما 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 قبل الحمل. واحنا بنعملهم تحليل. مثلا اكتشفنا انا عندهم السكر. آآ طيب لو فيه واحد عنده السكر دوت لازم له علاج معين قبل الحمل. لان احنا اكتشفنا ان تضبيط السكر قبل الحمل مثلا آآ بي بيقينا من آآ يحصل آآ ايوب خلقية في الجنيه بنسبة جميلة جدا. يعني لو هي النسبة مثلا من واحد لتلاتة في المية. آآ مع آآ مرض السكر ممكن توصل لسبعة لعشرة في المية. فاحنا لو رجعنا السكر المعدل الطبيعي بتاعه بنرجحها للناتشورل بتاعها. فانا بقول للمدام الفوزية ان هي ما تلاقش خالص. انها تسيب نفسها بالطرق الطبيعي ان يحصل علاقة زوجية وفي وقت التبويض. لو ما كانتش عاملة تحليل المعينة بتاعت ما قبل الزواج ممكن تعملها. تبدأ تاخد من دلوقتي طالما هي مش ما هياش منع الحمل. تبدأ تاخد الفوليك اسد حمد الفوليك من دلوقتي تاخد اللي هي الروكوميند الدوز اللي هي ربو مية مايكرو جرام. اقل جرعة موجودة في السوق تبدأ تاخدها من دلوقتي. آآ وربنا ان شاء الله يكمل لها على خير ويهصل حمل. لو في خلال سنة ما حصلش حمل تبدأ بقى هي وزوجها يبحثوا عن اسباب تأخر الحمل. ترجمة نانسي قنقر